بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام أفضل المتأخرين قدوة الحكماء الرسخين أثير الدين الأبهري طيب الله ثراه وجعل الجنة مسواه نحمد الله تعالى على توفيقه ونسأله هداية طريقه ونصلي على سيدنا محمد وعترته أجمعين وبعد فهذه رسالة في المنطق أوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ في شيء من العلوم مستعينا بالله تعالى إنه مفيض الخير والجود اللفظ الدال يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وهو على جزئه بالتضمن إن كان له جزء وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل التعلم وصناعة الكتابة بالالتزام ثم اللفظ إما مفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كرام الحجارة والمفرد إما كلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه وإما جزئي وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه من ذلك كذيد علما والكلي إما ذاتي وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وإما عراضي وهو الذي يخالفه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان والذاتي إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وهو الجنس ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان بالنسبة إلى أفراده نحو زيد وعمر وهو النوع ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو وإما غير مقول في جواب ما هو بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته وهو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان وهو الفصل ويرسم بأنه كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته وأما العرضي فإما أن يمتنع فكاكه عن الماهية وهو العرض اللازم أو لا يمتنع وهو العرض المفارق وكل واحد منهما كالمتنفس بالقوة والفعل بالنسبة للإنسان وغيره من الحيوانات ويرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضية القول الشارح الحد قول دال على ما هي الشيء وهو الذي يتركب من جنس الشيء وفصله القريبين كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان وهو الحد التام والحد الناقص وهو الذي يتركب من جنس الشيء البعيد وفصله القريب كالجسم الناطق بالنسبة إلى الإنسان والرسم التام وهو الذي يتركب من جنس الشيء القريب وخواصه اللازمة له كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان والرسم الناقص وهو الذي يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماشد على قدميه عريض الأظافر باد البشرة مستقيم القامة ضحاكم بالطبع القضايا القضية قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب وهي إما حملية كقولنا زيد كاتب وإما شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما شرطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا والجزء الأول من الحملية يسمى موضوعا والثاني محمولا والجزء الأول من الشرطية يسمى مقدما والثاني تالية والقضية إما موجبة كقولنا زيد كاتب وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب وكل واحدة منهما إما مخصوصة كما ذكرنا وإما كلية مسورة كقولنا كل إنسان كاتب ولا شيء من الإنسان بكاتب وإما جزئية مصورة كقولنا بعض الإنسان كاتب وبعض الإنسان ليس بكاتب وإما ألا يكون كذلك وتسمى مهملة كقولنا الإنسان كاتب والإنسان ليس بكاتب والمتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما اتفاقية كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق والمنفصلة إما حقيقية كقولنا العدد إما زوج وإما فرد وهي إما مانعة الجمع والخلو معا كما ذكرنا وإما مانعة الجمع فقط كقولنا هذا الشيء إما أن يكون شجرا أو حجرا وإما مانعة الخلو فقط كقولنا زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق وقد تكون المنفصلات ذاوات أجزاء كقولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساو التناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي بذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب ولا يتحقق ذلك إلا بعد اتفاقهما في الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والجزء والكل والشرط نحو زيد كاتب زيد ليس بكاتب فنقيض الموجبة الكلية إنما هي السالبة الجزئية كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان ونقيض السالبة الكلية إنما هي الموجبة الجزئية كقولنا لا شيء من الإنسان بحيوان وبعض الإنسان حيوان والمحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما إلا بعد اختلافهما في الكمية لأن الكليتين قد تكذبان كقولنا كل إنسان كاتب ولا شيء من الإنسان بكاتب والجزئيتان قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان كاتب وبعض الإنسان ليس بكاتب العكس هو أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله والتصديق والتكذيب بحاله والموجبة الكلية لا تنعكس كلية إذ يصدق قولنا كل إنسان حيوان ولا يصدق كل حيوان إنسان بل تنعكس جزئية لأننا إذا قلنا كل إنسان حيوان يصدق بعض الحيوان إنسان فإن نجد شيئا موصوفا بالإنسان والحيوان فيكون بعض الحيوان إنسانا والموجبة الجزئية أيضا تنعكس جزئية بهذه الحجة والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية وذلك بين بنفسه لأنه إذا صدق لا شيئا من الإنسان بحجر صدق لا شيئا من الحجر بإنسان والسالبة الجزئية لا عكس لها لزوما فإنه يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق عكسه القياس القياس قول ملفوظ أو معقول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر وهو إما اقتراني كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فكل جسم حادث وإما استثنائي كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة والمكرر بين مقدمتين القياس يسمى حدا أوسط وموضوع المطلوب يسمى حدا أصغر ومحموله يسمى حدا أكبر والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغر والتي فيها الأكبر تسمى كبر وهيئة التأليف تسمى شكلا والأشكال أربعة لأن الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغر موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول وإن كان بالعكس فهو الرابع وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني والشكل الثاني منهما يرتد إلى الأول بعكس الكبرى والثالث يرتد إليه بعكس الصغر والرابع يرتد إليه بعكس الترتيب أو بعكس المقدمتين جميعا والكامل البين الإنتاج هو الأول والشكل الرابع منها بعيد عن الطبع جدا والذي له طبع مستقيم وعقل سليم لا يحتاج إلى رد الثاني إلى الأول وإنما ينتج الثاني عند اختلاف مقدمته بالإجاب والسلب والشكل الأول هو الذي يجعل معيارا للعلوم فنورده هنا ليجعل دستورا وليستنتج منه المطالب كلها وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وضروبه المنتجة أربعة الضرب الأول كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث الثاني كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم فلا شيء من الجسم بقديم الثالث بعض الجسم مؤلف وكل مؤلف حادث فبعض الجسم حادث الرابع بعض الجسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم فبعض الجسم ليس بقديم والقياس الاقتراني إما أن يتركب من حمليتين كما مر وإما من متصلتين كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة ينتج إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة وإما مركب من منفصلتين كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفرد ينتج كل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم كقولنا إن كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فلا يكون إنسانا وإن كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عين أحد الجزء أين ينتج نقيض الجزء الثاني كقولنا العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج أنه ينتج ليس بفرد أو لكنه فرد ينتج أنه ليس زوجا واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الثاني البرهان هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقينيات واليقينيات أقسام أحدها أوليات كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء ومشاهدات كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة ومجربات كقولنا السقامونيا مسهلة للصفراء وحدثيات كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس ومتواترات كقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظاهرت المعجزة على يده وقضايا قياساتها معها كقولنا الأربعة زوج بسبب وسط حاضن في الذهن وهو الانقسام بمتساويين والجدل وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة لا مسلمة عند الناس أو عند الخصمين كقولنا العدل حسن والظلم قبيح والخطابة وهي قياس مؤلف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه أو مضمونة والشعر وهو قياس مؤلف من مقدمات مقبولة متخيلة تنبسط منها النفس أو تنقبض والمغالطة وهي قياس مؤلف من مقدمات كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشهورة أو من مقدمات وهمية كاذبة والعمدة هو البرهان لا غير انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين